السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين 11 كانون الاول ديسمبر طبعا اليوم القمر موجود عنا بالعقرب وموجود عنا بالقوس القمر الآن موجود في العقرب رح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 11 و10 دقائق من ظهر هذا اليوم بعدها بده ينتقل لبرج القوس ورح يظل موجود في القوس لغاية الساعة 331 دقيقة من عصر يوم الاربعاء لينتقل القمر بعدها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بعدها بده ينتقل لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر الآن بما إنه موجود في برج العقرب لغاية تقريبا منقول ساعة الظهر بتوقيت جرينيج فعشان هيك خلال هاي الفترة ما منعرف الحل الوسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات ما في حل وسط بيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأن هذول الأشخاص ممكن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم برضو هذا اليوم ما زالت لغاية ساعات الظهر بإمكانك الاهتمام بما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك برضو ممكن تهتم ببعض مسائل تتعلق بالعقارات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدس وعليف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا وبرضو من رومانسيتنا دو بتمنحنا كفاءات للمسرح والروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وهي آخر زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب وروحانية وبرضو بتدفعنا للإبداع بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة أيضا وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتهم ومعداتهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 11 وعشر دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 وعشر دقائق ظهرا خلص القمر بيكون انتقل واستقر في برج القوس عشان هيك منصير نشعر بالارتياح والسعادة والنشاط منلتقي اليوم بأناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عنا بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات يمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و13 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عراقيل بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جولة الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة لهذا اليوم وهي زاوية بطيئة زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وأخيرا ذروة هاي الزاوية رح تتشكل خلال هذا اليوم الساعة سبعة وستعشر دقيقة مساء طبعا هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين من استفيد من الراحة اللي بتوفرها لإلنا هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها سفر وتسلية برضو بتدل هاي الزاوية على توجه وسائل الإعلام للتركيز على الميادين الفنية تتبع أخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي تقام وإنتاجات الفنانين أيضا وعطاهم كما بتزيد من الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالمرأة وحريتها وخصوصا فئة الشباب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم طبعا عندنا العضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحلي للغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة والجينات هاي من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا الكبد العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى اليوم عمليات صغرى ما في أي مشكلة ولكن مش بوقت خلو المسار بالنسبة لهذا اليوم يعني يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ولكن برضو من أكد مش بفترة خلو المسار هذا اليوم يعني مناسب لعمليات التجميل والحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار يصلح هذا اليوم لأزالة الشعر الزائد بالليزر ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القاوس معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة ستة وأربع واربعين دقيقة من صباح يوم الأربعاء وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة واحد وثلاثين دقيقة عصر يوم الأربعاء ليستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وستة وأربعين دقيقة صباحاً بصير ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم اثنين وعشرين اثناش منتحس الآن أو اليوم بنسبة خمسين في المية القمر في العقرب في ساعات الظهر بده ينتقل القاوس ورح يظل في القاوس ليوم ثلاثة اثناش منتحس الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات العصر منتحس بنسبة خمسين في المية عطارد في الجدي حتى يوم سبعتاش اثناش سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم تسعة وعشرين اثناش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في القاوس حتى يوم أربعة واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً رح يتغير الوضع لصالحكم بظل الأمور داعم لألكم ولصالحكم من الآن ولغاية ساعات الظهر مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهم مش أنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ الأجواء جيدة ودعملة إلك ولكن من ساعة الظهر بتصير الأجواء أحسن أكثر فأكثر فهو هنا بتنشطه في السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أهم شيء تكون أكثر وعياً على الطرقات خاصة ناقية السيارة بين المدن على المستوى العاطفي أيضاً الأجواء إيجابية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطاً عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كلياً القمر ما زال موجود مقابلك تماماً فعشان هيك شوي أنت متقلب اليوم والعصبية رح تكون برضو مسيطرة عليك أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتعيد تنظيم ومركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اليوم ترتاح ولسير بعض الأمور من الآن ولغاية ساعات الظهر خصوصاً الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الالتزام والعمل اليوم بدكوا تراعوا ظروفكم الصحية بتعيدوا ترتيب الأوضاع مش شوي ممكن تبدأ الضغوط تزيد شوي شوي لأن القمر بده يصير مقابلك تماماً وانتطاقتك بدأت تنخفض من ساعات الظهر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بدكوا تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم عذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بظل في فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانباً وما تتهرب من المسؤوليات الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ولكن بدون ما تفرض رأيك على أحباءك يعني بظل في نوع من أنواع الإيجابي لغاية ساعات الظهر في بعض الأشياء المفاجئة لإلك أما من ساعات الظهر وما بعد بتكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية من الآن ولغاية ساعات الظهر الشوي ممكن تكون قلق أو تتذمر لأقل إشارة ما عندك طول تروح لأي شيء خلص كأنه مضغوط بشكل كبير من ساعات الظهر وما بعد وهنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وبصير اليوم مليء بالحضوظ برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتقوم اليوم من الآن ولغاية ساعات الظهر بمفاوضات حثيثة ومفيدة وبتقدر تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة وعندك اليوم تنقلات واتصالات وحوارات ونقاشات وامتحانات ومقابلات هاي كلها محتملة على حسب حق الاقتصاصك وبرضو بتظلك بتتميز بسرعة بديها عالية ولكن حاول انك تخلي كلامك واضح عشان ما تنفهم غلط اما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يترأعط المنزلي او حدث عائلي بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس من الآن ولغاية ساعات الظهر شوي بتحس الأمور بلشت تتوازن وتوضح بشكل أحسن لأنه الهموم بتبلش تختفي بتطمئنها واجسك في طاقة في نشاط بإمكانك انك حتى توظف أموالك بشكل حكيم ولكن دير بالك من المبالغة وخصوصا في ساعات خلو المسار واحذر من النصابين والمحتالين ممكن تحصل على ربح أو على دعم ما أما من ساعات الظهر بتنشطوا بالسفر بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بظل في مجال جيد لغاية ساعات الظهر إنه في نشاط في حيوية ممكن تنفذ خطة أو فكرة جديدة أو تتلقى إشارة أو خبر كنت بتنتظره بتنتعش العواطف وبتزهر لللقاءات والتقارب مع الجنس الآخر بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم في فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافية أو مستردات هبات أو دعم ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدك تبعد عن المؤامرات والرهان على الحظ من الآن ولغاية ساعات الظهر لأنه ما زالت الأجواء ضاغطة بالنسبة لإلك القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبظل في نوع من أنواع التراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهمش أنك ما تجازف بسلامتك لأن هاي فترة فترة ما فيها حضوض فما تتكل على الحضوض كثير وبيولد تعب هذا كله والضغط الموجود كل ما اقتربنا لساعات الظهر بيبلش يخف ويقل تدريجيا من ساعات الظهر هنا بتمتلقوا نشاط حيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تعتبر هاي الفترة من الآن ولغاية ساعات الظهر فترة فيها نوع من أنواع يعني مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة للعلاقات الاجتماعية للتفاعل مع المسؤولين ولكن بدون عصبية وبدون مشاكل وبدون مغامرات وبدون مجازفات وما تشوي سمعتك أما من ساعات الظهر وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الظهر وأيضا العمل بظل في فرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو تقديم طلبات عمل وبرضو بإمكانكم تحافظوا على رصانتكم تتمسكوا بمسؤولياتكم تتقربوا من المسؤولين ولكن بتكوا تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا يعني تكبروا الأمور أو يا تدخلوا بمشاكل أنتوا بيغنى عنها فترة مهمة بتمتحنك أهم شيء أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء أما من ساعات الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعدوا من لقاء بعض الأطراف زمان ما التقوا فيهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتستعيد حماستك أكثر فأكثر اليوم بتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وبظل الاهتمام بالسفر والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة ما يعتمد كثير على الحظ في ساعات الظهر وبرضو في نفس اللحظة يعني حاول أنك تضبط انفعلاتك وانتبه أثناء قيادتك للسيارة أما من ساعات الظهر هنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبصير اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر